ومن جانب آخر يرى المراقبون أن تغريدة الصدر ضد الرئيس برهم صالح قد تزيح الكثير من التابهات الكردية عن طريق رئاسة الجمهورية بما يضع البيت السياسي الشيعي بمواجهة بديلة مع الصدر من خلال تقديم صالح مرشحا وحيدا ويأتي ذلك في وقت يدفع السياسيون في كردستان الواجهة مبادرة من الرئيس مسعود بارزاني قوامها وحدة البيت الكردية في استحقاقات المرحلة المقبلة واضحين أن ترك رئاسة الجمهورية لمرشح اليكتي قد يكون من بنودها الأساسية وضمن هذه المتغيرات يقول عضو اتلاف دولة القانون حميد الزياد إن الإطار التنسيقي مع لملمة البيت الكردي ورسم الطريق الواضح لتشكيل حكومة فيما يؤكد عضو الاتحاد الوطني أحمد الهركي أن الحزب الديمقراطية الكردستاني يعتمد على مفاوضاته مع الاتحاد الوطني لغرض التوافق على شخصية رئيس الجمهورية فقط في إشارة واضحة إلى دعوة البيت الشيعي إلى حسم خلافه على رئاسة الوزراء دون تحميل الكرد مسؤولية تعطيل الاستحقاقات الدستورية